لوقيت هذا كما كل يوم نحن نطلع على أخبار الفلاحة في تونس مغري كولتور مش خلصوها جزء نالو من الفلاحة للصيد البحري وحدات الصيد البحري اللي فهمة الوزارة اللي الذكر وأنه الصيد البحري فهمة جميع وحدات الصيد البحري اللي فوق طولها 15 مترو بأنه أجال الانخيرات في المنظومة الوطنية لمراقبة مركب الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية والانتفاع بالمساعدات المالية اللي تم قرارها لفايدتهم وفق منشور 2017 المارخ في 29 ديسمبر المتعلق بتعميم العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الصناعية وضبط كافية الانتفاع بالإمتازات الجبائية فهم الأجال هو كموجودة فهم جدولة تلقاوها على سيتوفيسيال لوزارة الفلاحة قليلا نعطيه بعض منهم اللي هو المجهز والمراكب الغير المتقدمين إلى حد الآن بمطالب لتركيب الأجهزة هذه والانتفاع والمساعدات المالية تقديم الطلب في أجال 23 نوفمبر 2018 فهم المجهز والمراكب المتقدمين بمطالب المتحصلة على موافقة الوكالة الوطنية لترددات تركيب وتشغيل الأجهزة الترافية في 16 نوفمبر 2018 والمجهز والمراكب المتقدمين بمطالب منقوصة أو بحاجة إلى تحيين بعض الوثائق الإدارية هذا في استكمال الوثائق المنقوصة ينجم في أجال أقصى 9 نوفمبر 2018 الوزارة تذكر في ذكر المنشور المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 متعلق بتفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة المراكب الصيد عبر الأقمار الصناعية تعلق رخصة صيدة للمراكب المخالفة بحلول الأجل المحدد ويرتب عن ذلك التوقف عن إسناد جميع الخدمات لها على كل هذية تتلقوا لديتايل كل منتاع الجدولة متاعكم أنتما وخاصة في قطاع الصيد البحري موجود على السيت أوفيسيال لوزارة الفلاحة خودبل في بوين أغريكولتور بوين تين تتلقواها في اللاؤن في بيد رزادة نشوفه من وزارة الفلاحة على الزراعات الكبرى المديرة الزراعات الكبرى تقوله أن مساحة الحبوب المبرج للموسم الحالي تقدر بحوالي 1.3.3.000 اكتار تتوزع على القمحة الصلب 614.000 اكتار القمحة اللاين 86.000 اكتار والشعير 617.000 اكتار وتريكيال 13.000 اكتار إن شاء الله قلت بصحيح تريتيكالا تريتيكالا ونشوفه المساحات تحتوي على 71.000 اكتار من الحبوب المروية منها 34.000 اكتار بمناطق الشمال و37.000 اكتار بمناطق الوسطة والجنوب انطلقت عمليات بذر الحبوب وخاصة منها الشعير اللي بلغت المساحة المبذورة 22.110 موزع على قمح صلب وقمح لين والشعير الف كتار في الوسطة والجنوب وبنسبة البذور الممتازة تقدرة الحاجيات الجملية للجهات من البذور هذه حسب المصالح الجهوية ومؤسسات التزويد بحوالي 413.000 اكتار مقابل 180.000 قنطار يمكن توفيرها من مختلف شركات انتاج البذور منها 290.000 قنطار بذور مدعما ان شاء الله يا رب يرحمنا بمطا يا رباهيا ويكون عام صابع وعام خير عطوانسة الكل نواصل بالموزيكا ثمانية تلقاوا الأخبار بعد ثمانية نحلوا الجاريدة التونسية نعملوا طلع على إداراتنا ونعملوا طلع على البلدية تمتاعنا ومشاكلنا اليوم بشنا ترحو مشكلة فما